تابعيني جميعا على قناة انفو تيك في ريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة اوبين اي اعلنت عن تحديث جديد لشات جي بي تي وهو جي بي تي فور او ميني جي بي تي فور او ميني هو موديل التكلفة بتاعته اقل من جي بي تي 3.5 وامكانياته اعلى من جي بي تي 3.5 ومقارنة ببعض الموديلز التابعة لشركات اخرى ايضا يعتبر هو فائق بالنسبة لهم جي بي تي فور او ميني عشان نقدر كده نفهمه هو عبارة عن موديل هيكون في النص ما بين جي بي تي فور او اللي هو مدفوع واللي انت بتقدر تستخدمه بشكل محدود بشكل يومي بشكل مجاني ثم بتضطر ان انت انتقل لخطة المدفوعة والجي بي تي 3.5 تيربو المجاني تماما لو جينا بصينا على الرسم البياني اللي قدامنا على صفحة اوبين اي اي حنلاقي ان جي بي تي فور او ميني اللي هو باللون الورنجي ده البرتقالي ده هيتفوق على كلا من جيميني فلاش من شركة جوجل وايضا كلود ولكن اكيد مش بيتفوق على فيرجن كلود الجديد اللي هو 3.5 صونت لان ده انا بعتبر انه هو يعني حتى الان انا بعتبره كمان اقوى من شات جي بي تي فور او ولكن الاصدارات الاديمة من كلود وايضا جي بي تي 3.5 تيربو اللي هو مجاني تماما اما بالنسبة للجي بي تي فور او اكيد اقوى من جي بي تي فور او ميني عشان كده قلت لك هو بيقع في المنتصف ما بين جي بي تي فور او و جي بي تي 3.5 تيربو الشركة اعلنت ان التكلفة بتاعته في التوكنز التوكنز الامبود داتا المليون توكن اللي انت بتدخلها والمليون توكنز اللي انت بتحصل عليها اقل 60% من 3.5 طب انا كيوزر بقى انا كيوزر بستفيد ايه او هستفيد ايه من الجي بي تي فور او ميني هستفيد ان انا هنتقل بعد المحاولات المجانية اللي انا بستخدمها في جي بي تي فور الى جي بي تي فور او ميني قبل ما اروح لجي بي تي 3.5 يبقى اذا دلوقتي انت هتلاقي نفسك استخدمت جي بي تي فور او اللي بيتميز بالقاتل اللي بيتميز انه هو كفقته كبيرة في النتائج اللي انت بتاخدها منه ايضا بي اكسس على الانترنت ممكن يكون بيدعم التكست والفجن يعني بيدعم النص والفجن انت مثلا ممكن تسأله على تديله رابط الرابط ده فيه دايجرامز او فيه شورتز وتسأله عليهم يرد عليك اذا انا هستفيد كيوزر ان انا بعد ما خلص محاولاتي المجانية في جي بي تي فور هنتقل الى جي بي تي فور او ميني تعالوا نشوف الموضوع ده بشكل عملي ونشوف هنستفيد من الموضوع ده ازاي انا هخش على اوبن اي اي وخلصت المحاولات بتاعتي المجانية الموجودة في جي بي تي فور او علشان نشوف بعد كده احنا هننتقل الى ايه او ايه اللي هو الموضل اللي انا هنتقله هنا بقول له وعطيته لينك كده وعايز اعرف اللينك ده عن ايه ونجرب نشوف حيديني ايه هنا بيقول لي ان اللينك ده اللي بيج بيكلم عن ريفيوز لبعض البيست اي اي ابيكيشنز الافيليبلز والتولز اعطاني قال لي if you want more specific details let me know ممكن اقول له give me more details مثلا هنا بيقول لي ما اقدرش دايريكلي ان انا عمل لك ولكن ممكن اقول لك more about this page فهنا ممكن اقول له مثلا tell me more هنا بيقول لي برغم ان انا ما اقدرش اكسس الコنتنت ولكن انا حديك عن اي 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 اابس وبتدي ان هو يدهايلي هنا هو ممكن يقول لي اللينك ده بيتكلم عن ايه او البيجي دي تتكلم عن إيه ممكن يكون بيقرأ التايتل أو بيقرأ العنوان لكن ما بيقدرش يعمل سامارايزيشن في بعض الأحيان ممكن يديك معلومات مفصلة شوية وإن هو يديك سامارايزيشن زي بالضبط ال جي بي تي فور لا أعتقد أني لسه شوية عليه ودي من خلال تجربة هي عملية أنا بعملها معيك استجابته سريعة ممكن هنا مثلا أقول له put the previous content in table حطيلي content ده في table بسرعة أنتو شايفين السرعة العالية حطيلي كل app في table وdescription بتاعه وexamples عليه زي ما أنتو شايفين أنا شايفة النتيجة بتاعته سريعة جدا واستجابته سريعة زي بالضبط ما هم إلو كمان أنت تقدر أن أنت تدخل تيكست مثلا كبير ممكن مثلا أنت تدخل تيكست طويل هروح كده إيه أجيب تيكست كبير وأقول لهم وأقول له summarize التيكست ده summarize this وابتدي إن أنا أحط له زي ما أنتو شايفين تيكست طويل عايزي أعمله على طول أعملي summarize زي ما إحنا شايفين بسرعة عمل summary بسرعة للتيكست طويل اللي أنا حطاه زي ما إحنا شايفين أنا شايفة إن هو كويس الperformance بتاعه سريع هو يعني كاتب النسيجة بشكل دقيق حيبا أكتر من خلال الإراءة طبعا ما فيش وقت إن إحنا نوض نقرأ التفاصيل ولكن زي ما بيقوله open AI الperformance وأداءه النتائج اللي إنت حتحصل عليها أكبرت مقارنة بـ 3.5 وعشان تتأكد أيضا إن إنت شغال على الميني حتلاقي لو إنت وقفت على drop down list أو القائمة المنسدلة إن الموضل بتاعك هو GPT-4O Mini اللي إنت انتقلت بعد ما خلصت محاولاتك المجانية في GPT-4O زي ما بيقولك في نهاية كل فيديو أتمنى كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم أي حاجة جديدة إن شاء الله نطلع نتكلم عنها بإذن الله خاصة بـ GPT-4O Mini لو نزل حاجة جديدة وزي ما بيقولك في نهاية كل فيديو منساش تعمل subscribe لقناة ويتفعل بجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء منتنساش لايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته